لكن خلينا نقول لحضراتكو هناك الكثير في الغربال اللي قد اشتعلت ودي مشكلتنا ولا النار اللي احنا عملناها ده مستر كارلس كيروش ولا كيروش المهندس عدي لما يرضى عنه يقول لك كيروش يدلعه كيروش كيروش أول ما هي لا يقول لك كيروش أول ما تسمعوا كيروش دي كيروش يا سيدي يعرفوا انه اللي جاي مش حلو بس الحقيقة كان كيروش اللي حل كيرو كيرو مستر كيرو مستر كيرو طلع علينا بتويتر عبر تويتر هو الرجل من نفسه واضح انه عنده هذه الشخصية في حتة شحز الهمم ونفخ مظامير الحرب ودق الطبول ويلا هيا آه مستر كيرو قال لك لقد اشتعلت هو كتب كده شباب مصر مع العد التنازلي 1-2-3-4-5-9-10 لقد اشتعلت هذا هو وقت العطاء أخذنا طريقا طويلا وصعبا من أجل أن نصل إلى هذه الفرصة التي نستحقها نحن نعلم بكل تأكيد مقدار التحدي الذي نواجهه لا توجد غرف للأعذار أو للغد هو بس الترجمة أيما ترجمة حرفية أوي لا There is no room for أيوا There is no room for ده تعبير أيوا مجازي معناه لا مجال أيوا مش غرط نوي فلا مجال للأعذار أو نقول بكرة إحنا خلاص إذا موقف علينا نتكاتب جميعا وإن إحنا قطعنا مشوار صعب وصلنا إلى لحظة الحسم قال كمان مستر كيرو بالشجاعة وزكاء الفريق والعمل والفخر بأنفسنا يمكننا أن نطير فلا يوجد شيء مستحيل بمجرد أنه يجب علينا فعل ذلك فلنحققها بأناقة وشجاعة وأن نصنع من لا شيء ما هو ممكن طيب هو اللي بيكتب أناقة أيوا وبيتصرف بشجاعة أيوا أحيانا تصيبنا بالدهشة وأحيانا تصيبنا بالضيق أيوا ولكن في الآخر يوصل بس كاسي العالم وإحنا نقول له أسفين يا كيروش لقد اشتعلت بدأنا في الجد والمفروض والظاهر الحقيقة إن الكل على إيد على إيد واحدة وقلب رجل واحد كل الأندية كل الهيئات الرياضية تحضل كورة مع الرابطة مع الجميع مع كل الجماهير مع الإعلام الرياضي كما هو ظاهر الكل فعلا على قلب رجل واحد لهدف واحد منتخب مصري يروح كاسي العالم المرة دي تفرق ما تفرق أولا هتوب أول مرة أنا المرة اللي فاتت سبتك وروح تروسيا الواحدة ما هو شكل لك لا لا وحياتك هتعملها أول ما هتتيكي فرصة ليك تديني برصة عيب قاون يبقى خمس فرق من أفريقيا هتا مش فيهم يعني يعني الدنيا عمالة القماشة توسع طيب ما يعني ايه فيه ايه طيب ما تخلينا أسألك سؤال مختلف شوية هو إحنا المفروض نروح كاسي العالم عشان نقدم كورة حلوة ولا وجودنا في كاسي العالم في حد ذاته هدف هي مرحلتين عدم وجودك عيب فأنت وجودك مش إنجاز أيوة وجودك افرد وجودك بشكل وحش وجودك تصحيح لمكانة أيو ولكن أداءك هو الإنجاز فأنت لما وعلى فكرة صعب توصل إلى إذا كنت تقدر تقدي بالطريقة لأن أنت بتقابل السنغال مش بتقابل يعني ومشيت في مشوار صعب قابليها فأنت يعني لو تأهلت على حساب السنغال لابد إن يبقى فيه وقفة للكرة مصرية في إن إحنا نروح بأحسن صورة وأحسن استعداد وأحسن تشكيل